موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام أولا وقبل كل شيء رمضان مبارك كريم عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع بقع العالم الرجل من الله تعالى أن يدخله عليكم بالصحة والرفاهية في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على بعض تزوجات طائر الباجي لكن لتذكيري فقط فهذه النتائج تبقى محصورة على حسب الدم أو الجين الذي يحمله الطائر بشكل ظاهر أما الطفرات الخفية والتي تحمله الطيور بشكل خفي غير ظاهر فهي قد تنتج لنا فراخ تكون بالنسبة لنا مفاجأة في بعض العشوش لكن قبل البدء في الحلقة لا تنسونا من خالص دعائكم ودعمكم بكثرة والآن لنتوكل على بركة الله وأول تزوج معنا هو تزوج بين طائر نورمال مع طائر هوغو رومو أو الهاجرمو حيث سيكون نتيج التزوج هو طائر نورمال هوغو بريد حامل لجين الهوغو أما تاني تزوج معنا سيكون بين طائر نورمال مع طائر إنجليزي إذ أن الناتج سيكون طيور عادية مع ظهور طيور بأحجام مختلفة كالهولندية مثلا لكن تبقى كلها حاملة لجين الإنجليزي أما تاني تزوج معنا سيكون بين طائر باتجي فالو مع طائر باتجي سبانجل سينجل فاكسر إذ أن الإنتاج سيكون خمسون بالمئة فراخ سبانجل سينجل فاكسر وخمسون بالمئة فراخ نورمال لكن كل إنتاج يحمل جين الفالو لأنها طفرة متنحية أما رابع تزوج معنا سيكون بين طائر باتجي أنتع البينو مع ذكر سينامو حيث سيكون الناتج هو دكور عادية حاملة الإنو والسينامو وإنات لا تحمل أي استطفرة أما خمس تزوج فسيكون فسيكون بين طائر باتجي بانجل سينجل فاكسر مع باتجي نورمال إذ أن الناتج سيكون خمسون بالمئة فراخ نورمال وخمسون بالمئة فراخ بانجل سينجل فاكسر أو بانجل دوبل فاكسر أما سيدي التزوج معنا فسيكون بين طائر باتجي البينو مع باتجي لوتينو حيث سيكون نتيج هذا التزوج كله فراخ لوتينو لأنه طفرة سائدة باعتباره من اللون الأخضر وهو جن سائد لكن كلها ستكون حاملة لطفرة الألبينو أما سبع تزوج معنا فسيكون بين طائر باتجي أوبالين مع طائر صافي الجناح كلير وينغ حيث سيكون نتيج هذا التزوج هو إينات أوبالين حاملة لجين صافي الجناح ودوكور نورمال تحمل الأوبالين وصافي الجناح أما تامن تزوج معنا فسيكون بين أنت هوريغال مع داكار أوبالين والنتيج هذا التزوج سيكون إينات كلها أوبالين حاملة لطفرة الهوريغال ودوكور نورمال حاملة للهوريغال والأوبالين أما تاته تزوج معنا فسيكون بين طائر باتجي صافي الجناح كلير وينغ مع طائر باتجي جري وينغ رمض الجناح وهم طفرتان متنحية حيث سيكون نتيج هذا التزوج كله طيور فول بادي مستوى جيد عاشر تزوج معنا سيكون بين طفرة الريمبو مع باتجي أوبالين ونتيج هذا التزوج سيكون فراخ أوبالين بجميع درجتها في الألوان لكن خمسون بالمئة منها حاملة لطفرة صافي الجناح وخمسون بالمئة حاملة لطفرة رمض الجناح أما التزوج الإحدى عشر معنا في هذه الحلقة فسيكون بين طائر باتجي ألبينو مع أنتا أصفر الوجه يولوفيس ونتيج التزوج سيكون كله فراخ كريمينو أما التزوج الاثنى عشر معنا فسيكون بين أنتا سبانجل دوبال فاكتر مع داكار أوبالين ونتيج التزوج سيكون كله فراخ سبانجل سينجل فاكتر ثم ننتقل لتزوج جديد والذي سيجمع بين طائر باتجي سبانجل دوبال فاكتر لون أصفر مع باتجي أخضر عادي حيث أن نتجة التزوج سيكون كله فراخ سبانجل سينجل فاكتر أما التزوج الموالي فسيجمع بين طائر باتجي أخضر عادي مع طائر بانجل دوبال فاكتر والإنتاج كله سيكون فراخ بانجل سينجل فاكتر أما التزوج في المرتبة خمسة عشر فسيكون بين باتجي عادي أزرق مع أصفر الوجه يولو فيس حيث أن الناتج سيكون كله فراخ جولدن فيس أما في المرتبة السستة عشر فسيجمع بين طائر باتجي أوبالين حامل لصفة صف الجناح مع باتجي جولدن فيس ونتج التزوج سيكون خمسة وعشرون بالمئة طيور الريمبو وباقي الإنتاج تركيبات الريمبو أما التزوج الموالي فسيجمع بين طفرة الألبينو داكر وأنتا حيث أن الناتج سيكون 100% فراخ ألبينو إنات وذكور ونفس الشيء سينطبق على تزوج داكر وأنتا لوتينو أما في المرتبة الأخيرة فسنجد تزوج طائر ألبينو مع أصفر الوجه داكرت حيث سيكون نتيج التزوج هو فراخ كريمينو إينات زائد داكور أصفر الوجه جولدن فيس وبهذا أعزائي الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة على أمل أن تنال إعجابكم لكن قبل الختام لا تنسونا من خالص دعائكم ودعمنا بكثرة ودمتوا سالمين وإلى اللقاء في حلقة قادمة ملتوا